ايه ازايكم اعملين ايه? النهاردة عاملين وليمة. بالرغم ان احنا في اخر الشهر. بس ايه جات كده معينا. كان عندنا عزومة بسيطة كده. فقلنا نعمل الواجبة دي. وفي ناس كان طلبوا مني وركة ديك الرومي ازاي بيتعمل بمتاز سهولة. بصوا لونه طحفة وطعمه طحفتين. وجوسي وطاري ورائع. وعملت لكم كمان رز بالبهارات. رائع جدا. كان جنب الاكلة دي وهم. بصوا زي ما قولوا عزومة بسيطة جدا. ما تكلفكيش حاجة وسهلة وسريعة. انت كنت لسه راجعة من شغلة الحقيقة تعمليها. وزي ما بقولوا انه الله حبه مرسين تعملي صفرة يعني تشرفك بكده. بتا نقول عملنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم بتدينا ده حوالي اتنين كيلو ونص. وركة ديك الرومي ده. منتشال منه الجلد. خلاص حبابي احنا شلنا منه الجلد خالص. وبعد كده بروحت غسلها حلو قوي زي ما بخسر الفراخ. واسبته ايه ينزل ميته. وروحت لفها بشوية ملح وسيبها في التلاجة لمدة يوم. ليه ملح يحنان عشان يطريلي جلد الدير الكرومي ويخلي فيه طعم. آآ دي كرومي بيبقى ماسخ مفهوش طعم. خلاص طلعت وشطفته تاني من الملح حلوة قوي تاني يوم. شطفته تاني من الملح حلوة قوي وسبته يتصفى. وروحت مسكاه حطاه في صناعة زي ما انتم شايفين. وفتحته هنا في عملت له فتحات مش غرسته. انا عملت له فتحات. عملت ايه? جبت طماطم وبصل وملح وفلفل وقرفة وجنزبيل وشوية روزميري وحبهان ووراق لوري. عارفين بقى? وحبة سكر وحبة ملح كده. وطماطم. وروحنا مسكاهم ابتدي بصوا في كل حتة ابتدي هنا دي حتى نسيت افتحها. فتحتها بعد اما قفلت الكاميرا. وبرضو حطيت فيها التدبيه. لقدامك حلم الاتنين. بعد ما التدبيه لي كده. يا تشيلي وتحطيه في التلاجة لمدة ساعتين او لتاني يوم. يا اما لو انت مستعجلة زي حالتي تعمليه على طول في نفس اليوم مش هيجراله اي حاجة. نص التدبيه التاني هنا خلاص هو التب لها. نص التدبيه التاني رحت اقطعت بصل وجزر وكوسة وبطاطس وطماطم. وحطيت عليهم نص التدبيه التانية. محطيتش توابل تاني. انا مكتفية بالتوابل اللي في التدبيه. فرجتهم في صانية بعد ما قلبتهم حلوة قوي قوي. ونزلت بكوباية مية واحدة. كوباية مية واحدة. ونزلت بيه عيدان الروز ميري. عليها بس مفرط طهاش. عليها زي ما هي كاملة. وروح تحط عليها الورك. وروح تنزلها بمعلقتين زيت. طب ليه معلقتين زيت او معلقتين سامنة? لان احنا شايلين الجلد بتاع الورك. فما فيش مادة دهنية. بس بصي المية هنا بوريك ان المية هنا ما تغطيليش الاكل. ما تغطيش الخضار. تبقى مية من تحت. هو هينزل السوس بتاعه. في الاسناد دي كان الفرن نار يعني في نشر النار يا رب وروح تمندخليها في الفرن من غير ما غطيه. ايه ده معقولة احنا اه من غير ما يضغطى. وروحنا نعمل الرز. فهنا نعمل الرز بقى. الرز ده عبارة عن ايه? رز? في ملح وفلفل وكمون وكزبرة وحبهان وجنزبيل وقرفة وقرومفل ولومي. بصوا بقى وورق لوري. كل البهارات اللي عندك طلعيها. وفلفل اسود. ايه ده اللي انتي بتعملي ده صدقوني. رز بالبهارات رائع. اده طعم طحفة. الرز عادي جدا بتحمري حبة وحبة وتروحي نزلة بالرز. وبعد كده تروحي حطى الرز التاني عليه وتنسلي بالبهارات تقلبيه. وتروحي حط عليه المية وشوية الملح تزبطيه. وتروحي مقفل علي القرومف الميدي للرز طعم رائع معلومي. هنا بصوا خلاص هنا كان شبه استوى. بس الخضر استوى. وده لسه ما استوى شوية. ناقص له حبة صغيرين. قدامك حلم الاتنين. يا اما تغطيه بغطى. اه حلة. بتدخل الفرن يا اما تغطيه بورقة زبدة. انا كان عندي ورقة زبدة. دخلت غطيته بورقة زبدة. وروحت مدخلها الفرن تاني لان كان لسه اللحم بيشد. فانا مش عايزة الخضر يتهري ويبقى هو لسه اه زي ما قوله بتشد لها. انا عايزها تبقى نعمة ودايبة. فعلا دخلته الفرن تاني وروحت ايه حوالي ربع ساعة تاني او تلت ساعة لحد ما استوى تماما وكمان كان حمر. بصوا الرز. الريحة غرقت الشقة ريحة القرنفل مع التوابل خلت ريحته رائع. طبعا لما تيجي تكليم يشيل القرنفل. ماشي? انا عشان عندي احنا بنحب القرنفل فانا ما كنت الشيلاء يعني احنا كلنا عين. تعالوا نشوفوا العزومة الرائعة دي اتعملت يعني كانت عمها ايه? الاكلة دي تكفي من خمس افراد لست افراد. الورك بسم الله ما شاء الله كبير. الخضار ده رائع جدا رمى معي حوالي اتنين كيلو لو جبتي جبتي من كل نوع نص كيلو نص كيلو هيرمي معك ازد من اتنين تلاتة كيلو. بصوا اللحمة دايبة ورائعة والرز كانت طحفة. جنبه مخلل بس هو مش محتاج صلاة النهاردة. هو جنبه مخلل. الف هانا وشيفة زي ما بيقولوا ايه? وكبة سريعة وجميلة وتشرفك قدام اي حد يطب عليك فجأة. الف هانا وشيفة ليكم. انت تنسوش في قناتي وتنسوش كومنتات كل حلوة لزي العسل في حفز الله ورعايته. انا حنا الرمضان.